تعد مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية منارة للعلم والثقافة حيث تضم العديد من الكتب والصور الخاصة بالزعيم الراحل تم تحويل منزل والد الزعيم الراحل الذي كان يتبع مركز جمال عبد الناصر الثقافي إلى مكتبة ونقلت اتبعيته من قطع الفنون التشكيلية إلى صندوق التنمية الثقافية وتمت إعادة بنائه وترميمه بهدف تحويله إلى متحف لمقتنيات الزعيم جمال عبد الناصر ولكن عدم مناسبة المكان لكونه متحفا صدر قرار بتحويله لمكتبة عاما المركز فاتح من 2016 بنستقبل كل الجمهور وكل أنشطتنا مجانا وبنعمل حاجات للأطفال زي الرسم والورش الخط العربي وورش كثير كمان والزاوي الهمن برضو موجودين معنا أربعة يام في الأسبوع وكمان عندنا أنشطة للكبار زي لقاء البيت كل شهر بيحصل لهم لقاء بيقافين هدوات كثيرة جدا وعندنا كتب كثيرة جدا للكبار والصغيرين أهمها طبعا كتب لجمال عبد الناصر المركز هنا أيام على حاجة أساسية جدا كانت مطلب للزعيم جمال عبد الناصر الروحل اللي هي العدالة الاجتماعية وده كان بند من بنوط صورة يوليا 1952 العدالة الاجتماعية برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعمها بشكل كبير في رؤية مصر 2030 وده اللي فعلا بنقوم به في المركز من خلال الأنشطة اللي احنا بنقدمها احنا بنقدم عدالة ثقافية مكفولة للجميع اشتركوا في القناة